ممكن أسأل حضرتك عن زوج هاجر زوجته من سنة هاجر الفراش لكنه مقيم في البيت معاها ومع أولادها وبيصرف على البيت والحياة عادية خالص معاه ولما تكلمت معاك كان جوابه أنه مضغوط في الشغل وتعبانه ودلوقتي عرفت من ناس قريبة منه أنه هو بيتكلم مع ستات وكمان بيقيم علاقة معاهم وهي شافت فيديوهات ليه هي يا فضيلة الشيخ طالبة الطلاق عدتها تبدأ من الهاجر ولا من الطلاق ينهر بيض ده في شوية أسئلة كده كلها مليانة ألغام ومليانة تصورات الزوج اللي هاجر زوجته ده لمدة سنة ما ينفعش أن احنا نعتبره أنه طلق هو هاجره هو عامل معصية يعني اللي هو عامله ده معصية معصية ليه لأنه يأتي زوجته وأن العلاقة الخاصة ده حق لزوجين مش حق الواحد عن الثاني يعني العلاقة الخاصة مش حق للزوج بس ده حق للزوج وحق للزوج فما ينفعش أن فيه واحد يمنع زوجته من حقها لا هذا حق هذا حق لها وهو قد ظلمها بمنعها ذلك الحق ده أول حاجة الحاجة التانية أنا حاسس أن اللي سألها السؤال مش هي أو اللي سألها السؤال مش هي فهو بيعمل إيه فبيرتب لها أحكام وبرتب لها قضايا في غاية الخطورة فيقول لك هو بقاله سنة دلوقتي سيبها طيب هي كده مطلقة لا ده هي زوجته أما لو بينفق عليها ليه بينفق عليها لإني أزوجته يبقى وعصى الله وأطاع الله عصى الله في أنه منع حقه في العلاقة الخاصة دي معصية لكن أطاع الله في أنه أنفق عليها فنفقته لماذا كان ينفق عليها لينفق ذو ساعة من ساعة فهو بينفق إيه لأنه واجب عليه النفق فالنفق واجب عليه فهو مطلقاش إذن فيزوجته ايه ده يعني لما الواحد يفضل سنة لا ده لو فضل عشرين سنة مئة سنة وما اقولش وما طلقش الزوجته فهي زوجته طيب هو انت وكأنها بتشير الى حاجة اسمها الالاء اه الالاء ده ان هو يحلف ان هو لا يقرب زوجته وبعدين القضي يروح جايبه كده هترجع يا سيدي زوجتك ولا تطلقها وده ما حصلش في حالتنا دي ودي لها طرق معينة في اثبتها وفي الترافع فيها للقاضي طيب يبقى ايه اللي حاصل يبقى الراجل ده مازال زوجها يبقى الراجل ده مازال ايه مازال زوجها طيب يبقى هنا بابا فيش عدة لكن الهجر حرام واثم وكل ما استمر في الهجر وكل ما استمر في الاثم فهو مازال يمارس المعصية فهو مازال الان وهو مصر على هذه المعصية وهو كده بيضيع اهله ومن اعظم الاثم ان يضيع الرجل من يعول واستخدام كلمة اعظم الاثم تخلي المعصية كبيرة فهو اللي بيعمله ده من هجر زوجته وهذه المدة الطويلة ده كبيرة من الكبار ونزاك هو لابد أنه يعود مرة ثانية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتق الله سبحانه وتعالى هل هو بقى محتاج زوج جديد؟ لا مش محتاج زوج جديد خالص ليه لأنه ما طلقاش أصلا هي ما زالت زوجته لا هو فيه لا هو طلق الانفصال العاطفي ده الانفصال الجسدي ده ليس طلاقا لا هو طلقها ولا هي خالعته ولا هو حصل كمان بينهم إيه لا يبدي زوجته يعني أنا بس ده ظلم هو أي حد يتظلم يبقى العقد بتاع الجواز يتفسخ لا ما برضه ممكن تظلمه العقد يبقى صحيح وهو يظلمها ويبقى العقد صحيح بس هو إيه اللي حصل إنه هو في الحالة دي لم يطلقها ولم يتختلع منه ولم يكن هناك أي معنى من معاني سيبب من أسباب الفرقة فهي ما زالت زوجته ما زالت إيه زوجته يبقى ما فيش العيد ده ولا يحزنون هي ما زالت زوجته يبقى لازم عشان يحصل أي شيء لازم يكون في إيه في طلاق وليس هناك طلاق فهي ما زالت زوجته